مصر وألمانيا تؤكد الرفض التام لتهجير الفلسطينيين وتحذير من خطورة توسع رقعة الصراع بالمنطقة وزيرة الخارجية الألمانية تزور ميناء رفح وتطلع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء في غزة بلينكين يصل إسرائيل في أطار جولتها الشرق أوسطية وجيش الاحتلال يواصل القصف العنيف على قطاع غزة السادسة مساء بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانياتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصرية فمرحبا بكم أكد وزير الخارجية سامح شكري مجددا الرفض التام للإجراءات المتخذة لإجبار الشعب الفلسطيني على التهجير من غزة جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية مع نظراته الألمانية أنالينا بيربوك عقب مباحة تهمة اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة المعاناة الإنسانية لـ 2 مليون و300 ألف فلسطيني عمليات التهجير القصري من شمال القطاع إلى جنوبه والآن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني فيه الجنوب من استهداف من قتل للمدنيين بلغت 23 ألف تلتينهم من الأطفال والنساء أمر يتعدى أي مرعاة للقواعد القانون الدولي الإنساني ويضع عبء كبير على المنظومة الدولية لإحترام قانون الدولي الإنساني نعمل بكل جهد على توفير المساعدات نؤكد على الرفض التام لإجراءات المتخزة للضغط على الشعب الفلسطيني في غزة لإجباره على التهجير وأيضا نرى أنه ضرورة وقف إطلاق النار أصبح شيء حتمي للتعامل مع هذه الأزمة كما حضر وزير الخارجية سامح شكري من خطورة توسع رقعة الصراع وانتقال أثره المدمر على شعوب المنطقة وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظراته الألمانية أن هذه المرحلة تحتاج لمزيد من التنصيق والتشاور والعمل المشترك مع ألمانيا هذه المرحلة تحتاج مزيد من التنصيق ومزيد من التشاور ومزيد من العمل المشترك ونثق أنه هناك موادع كثيرة نتفق حولها ونستطيع أن ننطلق من خلالها إلى تحقيق ما نصب إليه من سلام واستقرار وعدم توسيع رقعة ومعالي الوزيرة تحدثت عن المخاطر المتصلة بتوسيع رقعة هذا الصراع ونحذر الجميع من أنه ربما هناك من يتوهم أن توسيع رقعة الصراع صراع كد تكون له مفيدة من النواحي السياسية ويغفل تماما الأثر المدمر على شعوب المنطقة فهذه الأمور يجب أن نراعيها كافة وتطلع إلى أيضا التعاون المستمر مع الوزيرة ومع ألمانيا كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن لينا بيربوك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين معربة عن قلقها من اتساع رقعة الصراع في المنطقة وشددت بيربوك خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري على رفض فكرة تدفق اللاجئين الفلسطينيين لمصر أقولها بوضوح لن نقبل التهجير لن نقبله في الضفة الغربية لن نقبله في غزة يجب أن نؤكد على أن الفلسطينيين لهم أرضهم في غزة ويجب أن لا يكون هناك تدفقات من اللاجئين إلى مصر لأن هذا يؤثر أيضا على المصالح الوطنية المصرية يجب أن نعمل سويا نحن مصر وألمانيا سويا من أجل أن يكون هناك مستقبل أفضل للفلسطينيين وأكد على أن غزة والضفة الغربية هي تخص الفلسطينيين لا يمكن أن يتم تهجير الفلسطينيين ولا يمكن أن يتم طردهم من الضفة الغربية هذا هو مسئولية هذه مسئولية مشتركة أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن لين بيربوك على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أسرع وأكبر إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وخلال زيارتها لميناء رفح البرية أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن برلين تدعم وصول سريع وكبير من المساعدات المدنيين الفلسطينيين هذا كما تفقدت تابيربوك المساعدات وزيرة الجرحة للفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل يعني محمود انقل لنا الصورة لديك نعم بعد التحية بالتأكيد هي زيارة هم اليوم لوزيرة الخارجية الألمانية التي جاءت لتفقد المساعدات والشحنات الموجودة سواء خارج مطار العريش والشحنات المصطفى أمام المخزن الاستراتيجي للهلال الأحمر أو حتى خلال جولتها بمعبر رفح عندما وصلت الوزيرة إلى معبر رفح التقت هناك بمسؤولي الهلال الأحمر المصري ومناصقي وممثلي الأمم المتحدة والأنوروى داخل قطاع الجزة استمعت بالطبع إلى الجهود التي يتم بذلها لدخول المساعدات والشحنات والجهود التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر المصري والتعاون الذي يتم من كل الجهات المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين ثم استمعت أيضا إلى الصعوبات التي تواجههم فيما يتعلق بإدخال هذه المساعدات والإجراءات التفتيشية في المنافذ المختلفة أو حتى في بعض المواد التي يتم يعني عودتها مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي ثم استمعت أيضا إلى نائب مدير العمليات للأنوروى داخل قطاع الجزة عن الوضع داخل قطاع الجزة وعن الصعوبات التي يواجهونها أثناء عملهم داخل القطاع هي بالتأكيد أشادت بالجهود المصرية المبذولة وضرورة الوصول إلى وقف 3 نار لكن مع إدخال أيضا مزيد من المساعدات خلال الفترة الحالية برفقة الوزيرة أيضا وصلت طائرة مساعدات ألمانية إلى مطار العريش على متنها 11 طن ونصف الطن أيضا من المساعدات الغذائية المختلفة عندما أيضا تحدثت اليوم مع المسؤولين الموجودين أمام المعبر وتعرفت على المجهودات الموجودة كان لنا لقاء مع نائم مدير العمليات بالأونروا داخل قطاع غزة والذي جاء إلى معبر رفح اليوم لإطلاع الوزيرة على الصعوبات وعلى الوضع داخل قطاع غزة هو أكد أن الوضع سيء للغاية في قطاع غزة وأن 90% من السكان نزحوا من أماكنهم وأيضا أكثر من مليون ونصف المليون في رفح جنوب غزة بالإضافة إلى أن ما يقرب من 300 ألف فلسطيني في الشمال لا يستطيعون الوصول إليهم ولا يستطيعون إيصال المساعدات لهؤلاء الفلسطينيين في الشمال وهو بالتأكيد أكد أيضا على صعوبة الأوضاع وضرورة إدخال مزيد من المساعدات للأهالي وعودت حتى دخول الشاحنات التجارية مرة أخرى وأنهم يسعون إلى دخول أكثر من 100 شاحنة في اليوم لداخل قطاع غزة وأكد أن هذه الزيارة مهمة على الأقل للجانب الفلسطيني يعني أن يصل إليهم شعور أنهم غير منسيين فيما يتعلق بإيصال هذه المساعدات وهو بالطبع وجه أيضا الشكر لمصر والجمعية الهلال الأحمر المصري على الجهود المبذولة أيضا سواء كانت رجستية أو تطوعية ووجه رسالة إلى كل دول العالم بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية وأيضا يعني عودة الرهائن والأسرة وإدخال مزيد من المساعدات داخل قطاع غزة وعن الحركة أيضا اليوم هناك عدد كبير من الشاحنات ما وصل إلى الجانب الفلسطيني اليوم نتحدث عن 110 شاحنة بها عدد كبير من المواد الجذائية بالإضافة إلى 6 شاحنات وقود نتحدث عن 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار بالإضافة إلى أن المعبر اليوم أيضا استقبل 17 مصابا بالإضافة إلى 200 من مزدوج الجنسية ورعاية الدول الأجنبية بالإضافة إلى الشاحنات التي دخلت في صباح هذا اليوم إلى منفذي كرم أبو سالم والعوجة نتحدث عن 272 شاحنة دخلوا بالفعل إلى المنفذين لإجراءات التفتيش تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة بالإضافة بالطبع إلى الطائرات التي تصل إلى مطار العريش وكان من ضمنها الطائرة الألمانية التي وصلت اليوم فبالتالي هي جهود مصرية كبيرة تتم في إدخال المساعدات واستقبال مثل هذه الزيارات التي يتم التأكيد من خلالها على كل هذه الجهود المصرية المبذومة نعم مرسل تلفزيون المصري محمود جميل كنت معنا من العريش مباشرة شكرا جزيلا لك وعن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 23.210 شهداء إضافة إلى 59.167 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي وأضافت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب 12 من المجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 126 شهيدا و241 إصابة وفقا لما وصلت للمستشفيات فقط خلال 24 ساعة فقط ماضية ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 126 فلسطينيا وإصابة 241 آخرين في 12 مجزرة لقوات الاحتلال في قطاع غزة خلال 24 ساعة فقط وعلى الجانب الآخر أعلن جيش الاحتلال لمقتل 9 من جنوده في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية مع اقتراب العدوان الإسرائيلي من إتمام يومه المئة تتواصل جرائم الاحتلال المروعة ضد المدنيين الأبرياء والبنية التحتية في غزة عدوان غاشم لم يفرق ولا يفرق في استهدافه بين رجل وامرأة ولا بين طفل وشيخ عدوان استهدف البشر والحجر وحتى الزرع والحيوانات لم تسلم منه وفي أحدث التطورات أعلن جيش الاحتلال أن قواته قتلت 40 عنصرا من الفصائل الفلسطينية وكشفت فتحة أنفاق في خان يونس جنوب قطاع غزة كما أعلن جيش الاحتلال مقتلى 9 على الأقل من جنوده المتواجدين في غزة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تأتي تلك التطورات في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت إن تل أبيب عزمة على إنهاء حكم حماس وردع ما وصفهم بالخصوم المدعومين من إيران مسؤولون إسرائيليون قالوا إن الحرب تدخل مرحلة جديدة حيث ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري أن منطقة وسط غزة وأنحاء مدينة خان يونس الجنوبية تشهد نشاطا عملياتيا مكثفا وأشار هاجاري إلى أن قوات الاحتلال تخوض معالك صعبة في الوسط والجنوب لافتا إلى أن القتال سيستمر طوال عام 2024 وفي سياق آخر تظاهر العشرات من الإسرائيليين أمام مقر إقامة وزير الخارجية الأمريكي في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في غزة واتهم حكومة نتنياهو بالفشل شيعت اليوم جنازة إثنين من بين سلسة فلسطينيين استشهدوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 337 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن الضفة الغربية تشهد موجدا من أعمال العنف الدامية استشهد شاب فلسطيني عقب إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عين سنة شمال رمالة بوسط الدفة الغربية وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اختطفوا الشاب بعد إصابته وأنزلوه من سيارة الإسعاف التي كانت تستعد لنقله لمستشفى رمالة أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتانيهو على أهمية أن تتجنب إسرائيل الحق الأذى بمزيد من المدنيين الفلسطينيين وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلور إن بلينكين جدد الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في منع تكرار الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر الماضي مشددا على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية في غزة قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن هناك فرص أمام إسرائيل لبناء علاقات أوثق في المنطقة ذلك بعد الأزمة الراهنة في غزة وخلال اجتماعه مع نظيره الإسرائيلي إسرائيل كاتس في تل أبيب شدد بلينكين على ضرورة تجاوز المرحلة الحالية والتأكد من عدم إمكانية تكرار أحداث السابع من أكتوبر مع العمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل في منطقة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام القتال حول مدينة خانيونس واستفرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم وقال شعون ناكيسي منصق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية قال إن المنظمة تشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو ستمائة مريض فروا من أحدى المنشآت صرح الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميجل أن هناك خطورة حقيقية من توسيع الحرب في قطاع غزة خارج نطاقها وشدد ميجل على أن الأولوية هي الوصول لهدنة إنسانية عاجلة لوقف المعاناة والمأساة ووقف الحرب وخطورة توسيعها مضيفا أن زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للمنطقة جوزب بوريل مؤخرا تأتي في سياق تعزيز الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض تصعيد الرهن في فلسطين أفدت صحيفة وولستريت جورنل الأمريكية بأن قطاع غزة تقلص بمقدار السلوسين وذلك بسبب الحرب الإسرائيلية والتحذيرات المتكررة بإخلاء مساحات واسعة من القطاع مع دخول الحرب لشهرها الرابع وتابعت الصحيفة على أن النازحين بالمرحلة الأخيرة من عمليات الإخلاء يعانون من الارتباك والإرهاق بشكل أكبر من المراحل السابقة حيث أصبحت أنظمة الإنترنت والاتصالات محدودة ذكرت مصادر دبلوماسية أن الجزائر وجهت دعوة عاجلة إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الجمعة بشأن خطر التهجير القصري لسكان غزة وتأتي تلك الدعوة في ظل تواصل نزوح عشرات الألف من الأسر الفلسطينية مع استمرار قصف القوات الإسرائيلية لقطاع غزة كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا قد نددت بالتهجير القصري الذي يتبنه جيش الاحتلال الإسرائيلية استقال الوزير الإسرائيلي عمي حاي تشيكلي من وزارتي الشاد والمساواة الاجتماعية يأتي هذا من أجل توفير المال العام حيث يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو إمكانية تغلق بعض الوزرات الصغيرة تجنبا لأزمة في الاتلاف الحاكم ووفقا للإزاعة الإسرائيلية في ميناء المتوقع عقد اجتماع للحكومة الخميس القادم حول ميزانية عشرين أربع وعشرين ويسعى طاقم مقرب من نتنياهو إلى سياغة قرار بشأن الوزرات الصغيرة وحسب يدعود أحرنوت فإن العجز في ميزانية الدولة سيصل إلى 111 مليار شكل أي ما يعادل 30.2 مليار دولار ما سيؤدي إلى تقليص ميزانيات ورفع درائب بمبلغ قدرة ب67 مليار شكل أي بما يساوي 18 مليار دولار تقريبا دكرت وسائل إعلام إسرائيلية دراسة حديثة أجرها باحثون من جامعتي حيفا وكلومبيا ومركز شالفاتة للصحة العقلية بأن إسرائيل بشأن التداعيات النفسية لأحداث السابع من أكتوبر على الإسرائيليين كشفت ارتفاعا ملحوظا في استهلاك المواد المؤدية للإدمان بين الإسرائيليين ذلك بعد اندلاع الحرب الدراسة الإسرائيلية أوضحت أن الأحداث التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي كانت لها أثار بعيدة المدى لسيما على الصحة العقلية للإسرائيليين وذكرت أن 16% من من شاركوا فيها أشاروا إلى وجود زيادة طفيفة في نسبة استخدامهم للنيكوتين بينما أشار 10% إلى زيادة استهلاكهم للكحول فيما بلغ 5.5% بلغوا عن زيادة تعطيهم لمخدر الحشيش أفدت وزارة النقل الإسرائيلية أنها تحاول استضاح قرار شركة الشحن الصينية كاسكو بشأن ما تردد عن وقف الشحن إلى إسرائيل كانت خطوط الملاحة في البحر الأحمر قد تعطلت بسبب الهجمات التي تنفذها قوات الحوثي كرد على التسعيد الإسرائيلية في غزة وانخفض النشاط في ميناء إلات الإسرائيلية على البحر الأحمر انخفاضا كبيرا منذ بدء هجمات قوات الحوثي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف أحد قادة حركة حماس في سوريا حسن عكاشا زائما أن المسؤولة الفلسطينية يعد أحد المسؤولين عن إطلاق السواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل خلال الفترة الماضية وفي بين الله أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية الاستهداف تمت في بلد تابجن جنوب غرب دمشق مشيرا إلى أنه سيواصل العمل ضد أي تهديد خارجية أعلن حزب الله اللبناني أنه شن هجوما بتأرات مسيرة على مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في مدينة صفاد المحتلة يأتي هذا في إطار رد الحزب على مقتل القياد وسام الطويل أمس وذكر حزب الله أنه أطلق عدد من المسيرات الهجومية على المقر العسكري في مدينة صفاد الذي استهدفه لأول مرة أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن التصعيد الإسرائيلي اليومي في الجنوب اللبناني يعد انتهاكا للقرار الأممي 1701 ولكل قواعد الاشتباك بين الجانبين مشيرا إلى أن العدوان الإسرائيلية يستهدف عمق المناطق السكنية والمدنيين وأيضا سيرة الإسعاف والإعلامين وخلال لقائه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لإدارة عمليات حفظ السلام جانبيار أشار بالجهود التي تبذلها قوات اليونيفال في هذه المرحلة وشهدتها على التصعيد الإسرائيلي اليومي الذي يستهدف عمق المناطق السكنية والمدنيين وحتى سيرات الإسعاف والإعلامين كما التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام قائد الجيش اللبناني العماد جزافعون حيث جرى بحث التطورات عند الحدود الجنوبية اللبنانية نشرتنا متواصلة معكم ونتابع فيها المزيد من الأخبار روسيا جاء أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة وتؤكد أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف القصف الأوكراني على بيلجرود قال وزير الدفاع الروسي سيرجيس شويجو أن القوات الروسية تخطط لإنتاج أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة أشار شويجو إلى أن أحد أبرز مهام الجيش الروسي في عام 2024 هو الحفاظ على الجهزية للقتال بالنسبة للأسلحة النووية على أعلى مستوى وهو ما يضمن توازنا استراتيجيا في العالم أضف وزير الدفاع الروسي أنه في عام 2023 تكبدت أوكرانيا خسائر تجاوزت 215 ألف شخص و28 ألف قطعة سلاح أعلن الكريملين أن الجيش الروسي سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف القصف الأوكراني المتزايد على مدينة بيلجرود الروسية الحدودية وفي تصريح له قال ناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي سيواصل بذل كل ما هو ممكن لخفض القطر أو القضاء عليه كليا لاحقا وتهم الجيش الأوكراني بإطلاق النار على أهداف مدنية في وسط بيلجرود التي يقتنها نحو 340 ألف شخص بأسلحة قدمتها دول أوروبية أعلنت الشركة المشغلة لشبكات الكهرباء في أوكرانيا على أن التقس الشتوي القاسي قد قطع الكهرباء عن أكثر من ألف بلد وقرية في تسع مناطق وحثت السكان على الحفاظ على الطاقة بعد أن أطعفت أضربات روسية لمنظومة الطاقة وقالت الشركة الأوكرانية أن استهلاك الكهرباء بلغ أعلى مستوياته هذا الأسبوع حيث انخفضت درجات الحرارة إلى حوالي 15 درجة مئوية تحت الصفر في أجزاء كثيرة من البلاد أعربت وزارة الإعلام وثقافة والسياحة بالصومال استنكرها بشدة لانتهكات صارخة لإسيوبيا ضد السيادة الصومالية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة للتنديد بالأطمع الإسيوبيا التي بدأت تنتهك السيادة الداخلية للبلاد وأوضحت الوزارة أن الإعلام الوطني المحلي بات يفضح الأطمع الإسيوبيا عبر توقيعها اتفاقا باطلا مع إدارة أرض الصومال لاستخدام منفذ بحري أعقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمال المصرية الفنية المدربة للخارج وأكد مدبولي على أهمية التعاون والتنصيق الكامل بين مختلف الوزرات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة وأكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المعنيين لوضع خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مواصلة تكسيف العمل في المرحلة الحالية لتنشيط قطاع السياحة استثمارا لما تحظى به مصر من مقاومة سياحية عديدة وخلال اجتماع مع وزير السياحة تابع مدبولي عددا من ملفات عمل الوزراء خلال المرحلة الحالية كما شهد الاجتماع الإشارة إلى أنه تم وضع خطة متكاملة لزيادة قدرة القطاع الخاص على الحوكمة والتأثير في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج وكذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم التحادل لها عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لإستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبدلها الحكومة لدعم قطاع تيران المدنية وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوية وتم خلال الاجتماع استعراض مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة طرفهية وتكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة تنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وصندوق تطوير التعليم في مختلف الملفات بما يسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم وخلال اجتماعي رئيس الوزراء تم التصديق على محضر اجتماعي مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم رقم 42 ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع واعتماد الحساب الختمي للعام المالي الماضي وكذلك اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2024-2025 كما شهد الاجتماع عددا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بصندوق تطوير التعليم حقق مجال الرعاية الصحية إنجازات كبيرة خلال عام 2023 توضحها لنا في هذا التقرير ليلى عمر أهلا بكم ودعت مصر عام 2023 بحصد أهم الإنجازات الصحية والتي تبلورت من خلال المبادرات الرئاسية التي ساهمت في ارتقاء الخدمات الصحية للمواطنين إنجازات مصر في القطاع الصحي خلال عام 2023 كان من أبرزها تسلم مصر الشهادة الذهبية بخلوها من فيروس سي وذلك من منظمة الصحة العالمية نجحت مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة والتي تحمل اسم مئة مليون صحة في علاج واكتشاف أمراض عدة من بينها مبادرة الكشف عن سرطان الثادي ومبادرة الأنيميا والتقزم والسمن بين طلبة المدارس في السطور التالية نتعرف على إنجازات هذه المبادرات لصحة المصري اطلاقوا مبادرة مئة يوم صحة وذلك لإتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة منظمة الصحة العالمية أشادت بإنجازات مصر وما حققته في مسار القضاء على الالتهاب الكابدي سي الدولة قامت بتوفير ثلاثة أدوية جديدة تأخذ بالفم لعلاج أصعب أنواع سرطان الثادي مجانا وأيضا إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وإدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة مصر استطاعت كذلك منع قوائم الانتظار في العملية الجراحية واتخاذ إجراءات من شأنها تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي مصر أصبحت واحدة من المنتجين الرئيسيين للقاحات في المنطقة والدولة قام بالبدء فيما كانت 500 منشآة صحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ضمن مبادرة تطوير وحدة الرعاية الأولية إدراج طعم هيموفلاس لإنفلوانزا النمط باء ضمن طعم الخماسي في عمر شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر بالطبع كان عاما مليئا بالإنجازات في القطاع الصحي والإشهادة الدولية بما حققته مصر في هذا الإطار وتتواصل الجهود لتوفير حياة كريمة وخدمة طبية متميزة للمواطنين أهلا بكم مرة أخرى في نشرة السادسة ومن جديد نأخذ الخبر الذي يختص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث شهدت قرية محلة مرحوم بطنطة تقديم الرعاية الطبية إلى 957 حالة وصرف الدواء والعلاج بالمجان وتضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي وتحويل 91 حالة إلى مستشفيات طنطة الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1500 رأس ماشية وطيور وأشارك في القافلة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة موجودين في محلة مرحوم بقافلة طبية وبيطرية لمساعدة أهلنا وتقديم الدعم لهم حياة كريمة موجودة على الأرض معهم على طول النهاردة موجودين من بابري قدمنا المساعدات لأهلنا النهاردة كل المتطوعين في حياة كريمة موجودين نهاردة بينساعد أهلنا احنا جئنا هنا لقينا فعلا فيه أدوية بالفعل بتنصرف وفيه كشف وفيه علاج والدنيا كويسة يعني الحمد لله بصراحة موجودين من المشوار وشكرا ليهم وجدت النهاردة كشفت على عيالي وكشفت علي وفرنا عليك بالنجان وكل حاجة بصراحة يعني شكرا ليهم بشكرهم جدا عن اللي عملهم عن النهاردة نظمت جامعة طنطة بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالغربية قافلة تنموية شاملة في قرية كفرشماخ بمركز كفرزيات أحد مراكز المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة شهدت القافلة توقيع الكشفة الطبيع على 1248 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 101 حالة إلى مستشفيات طنطة الجامعية لاستكمال العلاج وكذلك إجراء الفحوصات اللازمة بالمجان هنا بتضم لنا كل التخصصات معانا تخصص الأطفال واللي عليهم كبار كبير جدا طبعا من أهل القرية واللقافين موفر لنا كمية أدوية كبيرة والناس مخصوصة جدا بكمية الأدوية اللي معانا عيادة الأزام عدد كبير من أهل القرية خاصة الكبار في السن مخصوصين جدا بعيادة الأزام وانيهم موفر لهم الأدوية ودكاتنا من الجامعة ومعانا عيادة القلب بالتأسس على أعلى مستوى معانا جاهز راسم القلب ومتوفر للناس جاييني النهاردة نساعد أهلنا في قرية شامات أنا كنت النهاردة مسؤول عن عيادة تنظيم عيادة البطنة طبعا فيه ستة أشهر تخصص النهاردة وفيه السيدالية طبعا بنقدم خدمات لأهلنا في القرية من عند المساعدات جيت كشفت ما شاء الله إلاج وخدمة مية مية والناس الموجودة الناس كويسين وناس محترمة موعد الوقفة الاقتصادية في نشرة السادسة أخبار المل والأعمال مع مصطفى ميزر إليكا مصطفى شكرا نهيب حسين شكرا حكمة عبد الحميد أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة وقعت مصر والسعودية مذكرة تفاهم في مجال الثروة المعدنية وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي تصديف مدينة الرياضة السعودية وقع المذكرة كل من وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم أكد طارق الملة في هذا الإطار على أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون الفني في مجال البحث وتبادل المعلومات الجيولوجية والتدريب وتنمية المهارات بين الدولتين الشقيقين وذلك في مجالات البترول والتعدين لا سيما أن الدولتين يفصلهم البحر الأحمر وبينهما مساحات تجعل التنمية يستفيد منها الطرفان أبرمت الهيئة العامة والاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية ومجموعة مكسيم الاستثمارية عقد إنشاء أول منتج عن طبي وصحي في مصر في المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة ستقوم مجموعة مكسيم وفقا للعقد بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية تابعة للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة في مركز الصف وتحويلها إلى أول منتج عن طبي وصحي في مصر وهو منتجع نايا الذي سيدمج و سيدمج خدمات الرعاية الصحية و الضيافة في مكان واحد بدأ مصنع أرمنت بمحافظة الأكثر استقبال محصول القصب من المجارعين ويستهدف تسلم نحو تسعمائة وخمسين ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من مائة ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية خاصة التصنيع الزراعي نهجا استراتيجيا للدولة وأولوية متقدمة في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات لارتقاء بهذا القطاع وتحديثه لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية والنواتج التي يمكن أن يحصل عليها المزارعون بنهاية الموسم في محافظة الأكسور بدأ مصنع أرمنت أحد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال محصول القصب من المزارعين حيث يستهدف السلام نحو تسعمائة وخمسين ألف طن قصب لإنتاج ما يقرب من مائة ألف طن سكر أبيض خلال موسم الحصاد الجاري وذلك بعد أن تم التعاقد على أربعة وثلاثين ألف فدان قصب ووسط فرحة كبيرة للمزارعين قال صلاح عمر الوضو المنتدب الفني لمصانع السكر والتكرير إن الإنتاج هذا العام مبشر بداية موسم توريد محصول القصب لمصانع الشركة بدأ تشغيل سلاس مصانع مصانع كومومبو وإدف وأرمنت بدأ إنتاج السكر من يوم الجمعة الماضية الحمد لله وإتباعا جالي تشغيل مصنعي قوس ونجع حمادي ليبدأ إنتاج السكر يوم عشر إن شاء الله يليهم مصنع جيرجي يوم خمس عشر واحد يليهم في النهاية مصنع ديشن يوم عشرين واحد وده متوقع سنادي استلام ما يقرب من 6.2 مليون طن جسب لإنتاج 650 ألف طن سكر ومن المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت في موسم عصير قصب السكر ما يقرب من 1.150.000 طن من قصب السكر كل عام مشيرا إلى أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويا في إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملون مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة نحن الموسم ده من السنة للسنة لأنه يعتبر نمر واحد بالنسبة لنا كشغل وكأكل عيش وكل حاجة بالنسبة لنا وإن شاء الله موسم خير وإن شاء الله محصول كويس تطورت صناعة السكر من القصب في مصر بصورة كبيرة مؤخرا نتيجة جهود القيادة السياسية بإلاء الاهتمام بالزراعة وعسد الفجوة بين التصدير والاستراد والقيام بالزراعة التعاقدية لحفظ حقوق الفلاحين وزيادة دخلهم إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع وسط تدولات بلغت نحو أربعة مليارات جنيه هذا وقد ربح رأس المال السوقي تسعة عشر مليار جنيه ليغلق عند مستوى واحد فاصل سبعمائة وسبعين تريليون جنيه أما بالنسبة لمؤشرات البورصة فقدرت تفع مؤشر EGX30 بنسبة 97 من 100% ليغلق عند مستوى 25589 نقطة كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوى الأوزان بما نسبته 83 من 100% ليصل ويحقق ناقيمته 5811 نقطة قفز مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 83 من 100% ليغلق عند مستوى 8319 نقطة في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد تراجعها في الجلسة السابقة بشكل حاد مع استمرار التوتر في الشرق الأوسط من جهة ومخاوف الطلب وزيادة إمدادات أوبت من جهة أخرى هذا وقد زادت العقود الأجلة لخام بيرنت بنسبة 34 من 100% ليصل ويحقق ما قيمته 76 دولار و 38 سنة للبرمين بالنسبة للعقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيد فقد زادت بـ 8 و 20 من 100% للتصل وتحقق 70 دولار و 97 سنة للبرمين فيما ارتفعت أسعار المزود تعالميا بنسبة 10 من 100% لتصل إلى 3.2 من 10 دولار للتر وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 11 من 100% لتسجل 2.67 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أكد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية تقلص العجز التجاري الأمريكي على غير المتوقع في نوفمبر الماضي مع تراجع الواردات هذا وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة قال إن العجز التجاري انكمش 2% إلى 63.2 من 10 مليار دولار وتوقع اقتصاديون ارتفاع العجز التجاري إلى 65 مليار دولار في نوفمبر الماضي وتقديرات النمو للربع الرابع حاليا 2.5% على أساس سنوي وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة نعود للاستكمال ما تبقى في نشرتنا من أخبار مع حكمة وهبة مصطفى ميزار شكرا لك تحتفل مصر اليوم بمرور 64 عاما على قيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالي وذلك يوم التاسع من يناير من عام 1960 واتخذ قرار بناء السد العالي أو اتخذ قرار بناء السد العالي في عام 1953 تشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع وقد لجأت مصر لتأميم قناة السويس في عام 1956 ذلك لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي 64 عاما مرت على ذكرى وضع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس للسد العالي في التاسع من يناير عام 1960 عمل ضخم يعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين حيث حما هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات مشروع السد العالي يعد نموذجا لقدرة الشعب المصري على البناء والعمل عندما استطاعت السواعد المصرية بناء السد العالي خلال سنوات معدودة رغم معطر المشروع من صعوبات هندسية ومادية قرار بناء السد العالي اتخذ في عام 1953 بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع والذي تم الانتهاء منه عام 1954 تحت إشراف المهندس موسى عرفة والدكتور حسن زكي بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة مصر لجأت آنذاك لتأميم قناة السويس في عام 1956 لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ليتم توقيع اتفاقية بناء السد العالي في عام 1958 ووضع حجر الأساس في عام 1960 مصر تحتفل أيضا بذكر افتتاح الرئيس الراحل محمد أنور السادات مشروع السد العالي يوم الخامس عشر من يناير عام 1971 هذا اليوم الذي أصبح عيدا قوميا لمحافظة أسوان فتحية وتقدير لكل من شارك في تحقيق هذه الملحمة التاريخية بعد أن كتب العاملون بهذا المشروع تاريخا عظيما يروى لأجيال عديدة قادمة عندما تمكنوا من ترويد الطبيعة الصخرية في جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة في تاريخ مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية النشرة ولم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من أخبار مصر والمالية تؤكدان الرفض التام لتهجير الفلسطينيين وتحذير من خطورة توسع رقعة الصراع بالمنطقة وزيرة الخارجية الألمانية تزور ميناء رفح وتطلو على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الأشقاء في غزة بلينكين يصل إسرائيل في إطار جولته الشرق أوسطية وجيش الاحتلال يواصل القصف العنيف على القطاع إذن انتهت السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء في أمان الله اشتركوا في القناة